الرديل 9090 هواها مصر عنده او ستة مسنة كبيرة جدا لا تستطيع النزول منه على السرير وما فيش حد يوضيها ففي الحالة دية الستة المسنة دي او الرجل المسن دوت اللي موجود على السرير ازاي يقدر انه يتيمم التام ببساطة انا بنصح في الحالة دية ان احنا نحط للمريض اللي مش قادر يتحرك نحط له بلاطة جنبي منه بلاطة او ان ما كانش قادر يلمس الحيطة المهم يلمس البلاطة دي بباطن الكافي اليمين والشمال بيديل اتنين كده يروح ضارب ايده على البلاطة مرة واحدة ويروح مسح بهم وشه بس ادي تامهم في لغز ما فيش اي لغز في الموضوع لو انت قادرت توصل للارض انا قلت لك عند عدم وجود الماء وعند التعذر استخدام الماء لاي سبب صحي او طبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وربنا بيقول يريد الله بيكم اليسر ولا يريد بيكم العسر ضربة واحدة بس كده ببطن اليمين والشمال الكافين على الارض كده طب ايه افرد انت مش قادر توصل الارض الحيطة اللي جنب السرير بالضبط مش قادر حرك ايدي نحية الحيطة في الحالة دي بعض الفقهاء بيقولوا يا جوز انك انت تلمس السرير السرير نفسه لانه كلمة اللي فتياممه صعيدا طيبا الصعيد هو كل ما صعد على الارض شوف المعنى فيقال عن التراب صعيد ويقال عن التل صعيد ويقال عن الحائط صعيد ويقول انت كلمة صعيد دي معناها الجزء الصاعد يقولك المصر العليا احنا بنسميها ايه الصعيد انا راح الصعيد انا سفرت الصعيد انا اهل سكنين في الصعيد يبقى الصعيد اللي هو مرتفع عن الارض مرتفع عن الارض طيب عشان كده بقول ان في الحالة الاولانية الراجل المسن او الست المسنة الذين لا يستطعون التحرك من السرير يريد ولادهم يتكرموا يوضهم لكل صلاة مفيش حد وظروف الحياة والعملية يتيمموا يتيمموا ازاي قلت لحضرتك لو جبنا لهم بلاطة جنب منهم كده يتيمموا فيه او طبق فيه ربل يجوز شفت شف الامور سهل ازاي طيب افرد حضرتك مفيش لادي ولادي على الحيطة اللي جنب منه طيب افرد مش قادر المس الحيطة مجرد على السرير تبقى لمن قال ان السرير هو من الصعيد باعتباره ان كله مصعد على الارض فيبقى التأمم في هذه الحالة جائز ضرب الارض ببطن الكافين اليمين وشمال ومسح الوش بهم مرة واحدة دي وفي هذه الحالة نتيمم لكل صلاة انما لا تجمع صلاطين بتيمم واحد لا تجمع صلاطين بصليش الظهر والعصر بتيمم واحد لا الظهر اللي هو تيمم والعصر اللي هو تيمم كده سهل كده سهل انت انتهي التيمم ازا وجد الماء او ملكنا القدرات على استعماله طيب اه دي تيمم نيجي بقى نقول كلمة اخيرة بنقول ان التيمم بنقول ان التيمم هو علامة من علامات التيسير التي تركها لنا مين تركها لنا صاحب الشريعة العصماء الذي قال خذوا عني مناسككم وصلوا كاميرا ايتموني وصلوا وده سؤال جاينا عن ما هي علامة غضب الله على العبد الحقيقة انا يعني ربنا يكفينا وكفيكو شار الغضب انا قرأت القرآن وقرأت السنة وشفت حاجات كثيرة جدا بتدل على غضب ربنا على العبد انما انا فيما اعتقد وده اجتهاد مني انا شخصيا علامة غضب ربنا على العبد انه يتبع هواه انه يرفض كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة يبقى مين العبد اللي ربنا غضبان عليه اللي مالوش كبير العبد اللي يقولك انا ما بسمعش اللي ما تقولش لا كتاب ولا سنة ما تقولش لا قرآن ولا سنة علامة الغضب الالهي على العبد ان العبد يتبع هواه ولذلك الشيطان بيقول ايه اهلكتهم بالذنوب فاهلكوني بالاستغفار يعني الشيطان وقع الناس في الزنوب فالناس راح تردى على الشيطان وعلى زنوب الشيطان بايه بالاستغفار اسمع اللي جاي دي بقى خطة ابليس بقى فلما رأيت ذلك اهلكتهم بالاهواء الاهواء فهم يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون فيهلكون يبقى الاهواء سبب من اسباب الغضب الالهي المباشره ليه لانه ده خلاص ليس له يعني فرأيت من اتخذ الهه ايه هواه ده بيعبد اله غير الله سبحانه وتعالى لما تلقى واحد تقوله يا اخي الفاضل الرسول بيقولك اعمل كذا وكذا يقولك لا انا بقى حامل اللي في دماغي اعرف على طول ان دي علامة من علامات غضب الله عاوز ما تكونش من الذين غضب الله عليهم خليك ليك كبير لذلك في اخر سورة الفاتحة بنلاحظ ان اللي تركوا طريق ربنا فريقين اتنين فريق اتفلسف او اكتهت غلط فكانت النتيجة انه ضل خلق خلق حضرتك والفريق التاني مالوش كبير ما سمعش كلام حد بتدينه النصيحة اقولك مش حسمع كلامك ولا كلام النبي اللي بعتك عشان كده الغير المغضوب عليهم ادنوع والتاني ايه ولا الضالين ربنا يكفينا وكفيكم شر المغضوب عليهم وكفينا وكفيكم شر الضالين حورية احمد بعتنا رسالة بتقول ما حكم الروايات الرومانسية والكتب الثقافية غير الدينية دي شيء من الاشياء الممتعة في الحياة الروايات الرومانسية والقصائد الرومانسية والكتب الرومانسية والكتب المسلية غير الدينية كتب كانت فلسفية او سياسية او ثقافية كلها الحقيقة متعة ما فيش كتاب وحش ما فيش كتاب غير القراءة دي بصوا القراءة دي متعة ربنا لما بدأ الحديث معانا قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق ما قالش اقرأ القرآن كان ممكن لك اقرأ القرآن باسم ربك الذي خلق يعني القرآن هو كتاب الله عز وجل نقرأه تعبدا وتأملا ولا نشبعه منه ولكن يا اخي النفس تميل احيانا الى التريض بالضاد التريض يعني ايه انك تتفسح فيك قصة قصة لطيفة فيه معلومة علمية فيه معلومة فيها حكم بصوا ما فيش اي قراءة حضر القراءة كلها افادة القراءة كلها غزاء القراءة كلها متعة فيه بقى احيانا افكار بتكون افكار ضلة ومضلة انت بتتعامل معها ما بتكونش جاهز فانا بنصح انك قبل ما تقرأ انك لازم تتطعم انك تتطعم ازاي انك انت يكون عندك عقيدة ثابتة وصحيحة تبقى عارف حدود عقيدتك من الكتاب والسنة وبس انا كده حسيبك ومش عندي عليك اي قلق لكن هل لو دخلت مكان في وباء وانت ما انتش من الطعم واخد الطعم حتتعدي وحتعياه وما حدش حيلحقك علشان كده يا ابطال لازم نطعم ولادنا ان احنا نسلحهم بالعلم الصحيح وبالعقيدة الصحيحة يبقى انت عارف انت مسلم يعني ايه هو ده بس المطلوب منك قال تعالى ومن احسن قولا من من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فكلمة وقال وقال دي دي مهمة اوي عشان تبقى انت عارف حدودك حدود دينك ايه بالشكل دوت لما تقرأ اي حاجة تانية ومش هيحصل لك عدوى لان حضرتك الحمد لله رب العالمين تم تحصينك يبقى يلا حصينوا اولادكم بمعلومات العقيدة البسيطة يبقى مين ربك من هو نبيك كيف تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والبعث والحق يعني الاشياء الاساسية عارف لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بنيا الاسلام وعلى خمس وعارف ايه هم الخمس لهم اركان الاسلام يعني يعني الشهادتين والصلاة والصوم والزكا والحج الخمسة دول عاوزك تدي ابنك ملخص معلومات وتدي نفسك مش حاولك تدي لابنك بس ده احنا كلنا محتاجين الاباء والامهات فانت تعمل ملخص وتعالى نسمي الملخص ده ما معنى ان اكون مسلما بس ما معنى الاسلام فقط مش اكتر من كده مش عاوزك تخش بقى في دقائق الفقه ودقائق العقيدة ودقائق الحديث ودقائق علم التفسير ودقائق علم المنطق والفلسفة والنحو والعروض والقوافي خالص 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 انا عاوزك بس يبقى عندك الفريم اوت او عندك الاطار الخارجي او عندك العنوان الرئيس اللي انت بتتعامل بيه عشان تبقى عارف انت مسلم يعني ايه والفرق بينك وبين غير المسلم يبقى انت عارف عقيدتك ايه بالشكل ده بقى انا حتطمن عليك سافرت اوروبا انا عارف انك عارف انك متلم اعدت في مصر انا عارف انك عارف انك مسلم اعدت دخلت معرض الكتاب ولميت كل كتب الحب والغراب والهيام والفلسفة انا متطمن عليك وعارف انك مسلم في الحالة دي بتكون هذه القصص والرواة من امتع ما تكون للي واخدين التطعيم يبقى اول حاجة بنعملها التعقيم قبل التعليم التعقيم قبل التعليم عقموا عقول ابنائكم وقلوب ابنائكم وقلوبكم بعقيدة الاسلام وبعقيدة المسلمين وبمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك سيحوا في كتب الادباء والشعراء وتمتعوا بها كيفما تشاءون ليه لان ربنا اهل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين عليه الصلاة والسلام سؤال واحدة او واحد بيقول انا امي بتكره التصدق يعني عاوزة تقول ان امها فيها حتة بخل امي بتكره التصدق ودايما عايزاني احتفظ بكل شيء وكل ما اتصدق بشيء تبدأ بالصراخ وتسبني وتسبني فما الحل طبعا الله يفرج عنك وعنك طبعا مش هنقدر نقول حاجة غير ان ربنا يهديلك والدتك او يهديلك والدتك الولدة دي تتشال فقر رأس والعين بس في بعض الناس يا جماعة خدوا بالكو برضو حتى لو كان امه حتى لو كان اب الا انه بشر والبشر متفوتين في الحالة الكرم والعطاء والمنح والمنع يعني فيه ناس عندهم بخل البخل ده مغروز جواهم صعب جدا انهم يتخلصوا منه الا لو كان عندهم نوع من انواع الرغبة في الفكاك من النار يوم القيامة او التقرب الى الله عز وجل اصلي مش هيكرم الا اهل الكرم والكرم ده للأسف الشديد ان ما كانش بيتم تعليمه من الصغر الانسان حيبقى يكبر ويبقى مسن كده وبخيل وايحة زي ما بيقولوا او الله العظيم فيه ناس كده فيه ناس البخل جواهم عشان كده لو انتم خدتوا بالكم في سورة الحشر بيقول والذين تبقوا الدارة والإيمانة من قبلهم يحبون من هاجر اليهم بيتكلم عن الانصار يعني انا عاوز اقول لكم انه كانت الهجرة كلها هتفشل لو كان الانصار بخلة لو الانصار رضي الله عنهم كانوا بخلة للأسف الشديد كانت الهجرة فشلت لان ايه اللي يكبرهم انهم يستقبلوا الناس المهاجرين اللي جايين لهم من مكة دول ويشاركوهم في بيوتهم وفلسهم وتجارتهم ويزحموهم في شوارحهم وطرقهم الله الله عمرهم ما كانوا استقبلوهم وكانت الهجرة فشلت الا انه اللي نجح الهجرة كرم الانصار الانصار عشان الناس كرم الانصوى الخزرك رضي الله عنهم وارضهم اجمعين شوف القرآن بيوصفهم والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا يعني مش بخلة ويؤثرون على انفسهم يفضل غيره على نفسه ولو كان بهم خصاصة خصاصة يعني عوز او مجاعة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة شوف بقى اللي جايبية التتويج ده التتويج ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون اقولها تاني ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون كلمة شح نفسه يبقى النفس بطبيعة الحال هي جبلت على البخر النفس كده النفس مخلوقة وفيها حرص فطري فيها طمع فطري فيها خوف على القوت فطري فتلاقي الانسان عم ما ليكوش ولذلك فيه مرض نفسي اتكلم عنه الأطباء أو عادة نفسية بيقوله عنها ايه التشيق التشيق الفلام تهشين يه واو همزة على الواو تشيق التشيق يعني ايه يعني تلقى الواحد عاوز يجمع الأشياء ومش عاوز يفرط في حاجة لذلك طبيعي جدا او متستغربش لو لقيت مثلا واحد صاحبك عنده مثلا وانت عندك خمسين سنة ولا ستة وخمسين سنة زي حالاتي بتلاقي واحد صاحبك مثلا شاي للكوتشي اللي كان بيروح به المدرسة وهو في تالتة اعدادي مش عاوز يرميه او شاي للشنطة اللي كان بيروح به المدرسة وهو في تانية سانوي واخد بالك او شاي للروب اللي كان اتخرج به من الجمع يا حاجة يعني تلقى اطلع فوق سطح البيوت المصرية لو انت راكب هلوكوبتر كده وعدي فوق سطح البيوت او انت نازل من الطيارة من اي رحلة شوف اسطح البيوت المصرية حتلقى فيها حاجة غريبة جدا ما تلاهاش الا في جمهورية مصر العربية حتلاقى عجل الكوتش وحيطرف بازه اقول لكم عجل الكوتش القديم عجل الكوتش القديم اللي هو كل واحد يغير فردتين الكوتش ومتاع العربية ولا بتاعه يبقى مش هاين عليه يرمي الكوتش القديم يقول للرجل بتاع الكوتش حطهولي في العربية لو صحيبات ويطلع يحطوهم فوق السطح اهم ينفعوا ينفعوا فيها ما الحج حيجيبوا هم زواحف وبيلاوهم تلتلة البطاريات القديمة تلاها فوق سطح الانتري القديم اللي تفسخ وتقطع وكالته العدة والفران والبعوض والنموس وكل الانوار الحشرات محطوط فوق السطح اهو ينفع ده حتى مش هاوز يبيعوا اللي بتاع الربابيك ده لو باعوا يطلع عينيه كمان يعني يوم الاحداث المروعة دي بتاعت بعض الناس اللي كانوا خارجين على القانون لما طلعوا فوق الاسطح وبقوا مضربوا الشرطة والجيش بقوا مضربون بايه بيضربون بديهات اللي هي قعدة التوالت من فوق الاسطح بقوا بتاعوا وكالات الاباة العالمية مستغربين اللي طلع عادات التوالت فوق الاسطح بتاع العباير ما عرفوش عادات المصريين كركب اجمع شيأ خزن عبي ده خطأ ولذلك عندنا هدوم العيد تكالتها عندنا دواء الصلاحية بتاعته انتهت من 35 سنة من 35 سنة ما بنفكرش نتبرع بالدواء ده لحد مريض ولا الجمعية الطبية ولا خيرية احنا عندنا مشكلة يا جماعة بقول لاختنا السائلة او اخونا السائل يعني حاول تعالج دوت مع والدتك بانك تقليلي قدامها اللي بتدفعيه وكطاري من وراها اللي بتعمليه اعملي الخير الكتير من ورا ضغراها علشان ما تحرقش قلبها واعملي قدامها خير صغير علشان تعوديها سنة سنة واستحمليها اللهم قينا شح انفسنا انك انت السبيع العليم